اشتركوا في القناة والسداد بمناسبة تزكيته وليا للعهد من قبل صاحب السمو الشيخ نوافل احمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وتمنيا سموه مزيدا من التنمية والازدهار لدولة الكويت الشقيقة واكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة معربا عن تطلعاته لمواصلة تعزيز هذه العلاقات الاخوية المتينة بما يسهم في فتح افاق اوسع في مسار العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين